موسيقى مساء الخير ليس في الأفق ما يشي بأن جبل الجليد المرتفع بين بعبد وعين التيني سيذوب في المدى القريب وأن قلل رئيس الجمهورية ميشيل عون في مقابلة مع التليفزيون الكويتي من أهمية الخطابات عالية الصقف التي بحسب قوله لم تؤدي إلى اندلاع النيراني في لبنان وإذ رشح عون أمير الكويت لنيل جائزة نوبل للسلام كقائد للعمل الإنساني فأن حظوظ السلام منعدمة في العمل السياسي على ساحة الخلاف الداخلي فحرب المؤتمرات التي اندلعت بين بسيل وعلي حسن خليل انتقلت إلى مناوشات بالتغريدات الحية ومن دون أن يسميه رد وزير العدل سليم جريصاتي على قول وزير المال بالأمس ما حرفيته لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم وقد ورطوا العهد فغرد جريصاتي قائلا المفت الجديد لا يورط أما المفتن القديم والجديد فيتورط ويورط وآمل أن نكون جميعا من جماعة المفتين الجدد عند هذه الصلية توقف الرد والرد المضاد لتخترق الجبهة بزيارة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جومبلاط عين التين مساء حيث اختتم اللقاء بشر البلية ما يضحك وإذ قال جومبلاط إن مبادرة الحريري لرأب الصدع بين الرئاستين راحت وضاعت قال أستدرك بأن لا أزمة مع بعبدة لكن بري ركن أساسي من الطائف وعلى الغير تذكر ذلك لتطويره لا لإلغائه ولا بد من حل بعض المشكلات العالقة والخروج من هذه الدوامة والالتفات إلى الوضع الاقتصادي والمالي ما بين التقليل من أهمية ما يجري ورفع سقف المزايدات في سوق الشعارات فإن الحل بيتكن عبر تطبيق المادة الخامسة والتسعين من الدستور وهذا الحل كفيل بوضع حد لكل الجدل القائم وقطع الطريق أمام كل طرف يفسر الدستور على هواه لغاية في قلب عرقلة قيام الدولة الحقيقية المقرة في اتفاقية الطائف ومن الطائف إلى طائفة الأمراء المعتقلين في فندق الريدس حيث الغموض لف القضية من ليلة القبض على الفساد إلى قرارات الإفراج المتلاحقة عمن أطلق صراحهم لكن الثابت أن ليس كل الذين اعتقلوا متورطين في نهب أموال الدولة خصوصا أصحاب الوسائل الإعلامية فبحسب ما نشرت فينانشل تايمز فأن الهدف من اعتقال أباطرة الإعلام من وليد الإبراهيم إلى صالح كامل والوليد بن طلال كانت سيطرة على الإعلام أكثر منه استعادة الأموال لكون المذكورين استثمروا ثرواتهم في الهواء والأقمار الصناعية وليس في الدواوين الملكية